مشددا على أهمية تلك القمة افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قمة مجموعة العشرين في بالي اليوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يضغط قادة دول المجموعة على روسيا العضو فيها من أجل إدانة حربها ضد أوكرانيا وقال ويدودو إنه شرف لبلاده أن تستضيف هذه القمة مضيفا أدرك أننا نحتاج إلى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معا في هذه القاعة كما شدد على وجوب تجنب وقوع حرب باردة أخرى وأكد أن المسئولية تقتضي إنهاء الحرب في إشارة إلى الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهره التاسع إلى ذلك دعا إلى تجنب انقسام العالم إلى عدة معسكرات مضيفا يجب أن لا ندع العالم ينزلق إلى حرب عالمية جديدة ويجب أن لا نفشل في ذلك تأتي تلك التصريحات فيما تهيمن على القمة المسألة الروسية الأوكرانية وسط شبه إجماع دولية على إدانة القتال الحاصل